تظهر العشرات من أهل المدينة للمطالبة بتعويضهم وفسح المجال لهم بعمار منازلهم المدمرة على الضفة اليمنى لمدينة الموصل تقع المدينة القديمة وتحديدا منطقة الميدان والشهوان والمشاهدة التي لا زال يخيم عليها الخراب والدمار فبعد مرور عامين على تحريرها لكنها لم تشهد أي تغير إيجابي أو موقف رسمي لإعادة إعمارها الأمر الذي اجتمع من أجله سكان المنطقة النازحين ليطالبوا بإيجاد حلول سريعة لإنهاء مهاناتهم من طلعنا كانت المنطقة بيها بيوت مادومة بيها بيوت جاء هاوا واحد يعني بيوت كانت تتعمر بأمر المحافظ السابق جرف هو جرف الشفرات قال قدموا طلبات يرفع الأنقاض قد تولهم أنا أول يحن ما قدم طلب وبلغت جماعتنا أن ما يقدمون طلب المدينة القديمة التي تقع في قلب الموصل والمحادية لنهر دجلاء أغلب سكانها هم من القبقة الفقيرة المعدمة والذين لا يقومون على سداد أجور منازل في مناطق أخرى ليلجأوا إلى السكن في المخيمات أو في أماكن يصعب العيش بها منتظرين من يقدم لهم التحويض أو الدعم ليستطيعوا بناء منازلهم المهدمة بعد وضع اليد عليها ومنعهم حتى من بنائها على نفقتهم الخاصة من قبل منظمة اليونسكو المختصة بالتراث والآثار التي حددت الأشر سنوات المقبلة لإعادة إعمارها بذات طريقة بنائها الأولى لكن هذه الفترة التي راها أهالي المنطقة بالطويلة وقد تتسبب لهم بازدياد الضرر أحنا كلتنا بيوتنا أبن عن جد وعي السندات كلها باسمنا الساعة منظمة اليونسكو جاءت قالوا يا أبو أمحد ما يبني جيدنا ذنبني قالوا بلوكا ما نخليكم الزتون هنا السبب أشنو؟ وتستمر معاناة أهالي المنطقة القديمة في الموصلة التي شهدت معارك طاحنة أودت بحياة الكثير من أهلها ودمرت بناها لتبقى أطلالها تستغيث من لم يستجيب لها إلى الآن أحمد حديد من الموصلة قناة الرشيد الفضائية